اشتركوا في القناة على كلها عم بيخففوا خاصة في برنامج المباشر اللي عم نطلع فيهم كل صباح يعني بلشت اضرب فيك يا ريمون عاه الصباح على كون يعطي الصحة والعافية للجميع واحنا منشكروا على اطلالتوا معنا كمان في الكنترول روم كل صباح يوم الاثنين ببرنامج تغريدات عائلية ونحنا منخبركم بس ما تزعلوا انه هاي الحلقة زي ما حكينا لسبوع الماضي رح تكون الحلقة الاخيرة من برنامج تغريدات عائلية مع الدكتورة ليندا بس منوعدكم انه نرجع بالسنة الجديدة لبرنامج نطرح فيها مواضيع مختلفة كمان ايضا ومواضيع انكم تهمكم وتهم العائلة بشكل خاص فاحنا كتير كتير منشكرها الدكتورة ليندا انها كانت معنا خلال هالثلاثة شهر الماضية وان شاء الله انكم استفدتوا من المعلومات اللي اعطتها كانت بكل محبة وباخلاص اعطت كل شيء كل شيء ما عندها وايضا كمان انها كانت تتواصل مع اصدقائي تواصلوا معها مباشرة على صفحتها وعلى صفحة اسك دكتور ليندا على فيسبوك فبتقدروا دايما تتابعوا مع دكتورة ليندا بايشي متعلق باطفالكم بالعائلة وايضا بتقدروا تزوروها كمان بعيادتها المركز العربي فللتواصل معها اصدق دكتور ليندا او ليندا عماري على صفحة الفيسبوك هيك اسمها بتقدروا تبعتوا لها اي سؤال اي استفسار للمزيد من المعرفة فنحن بنشكر الدكتورة ليندا باسمي وباسم فريق نورسات وباسم كل الاصدقاء اللي تابعونا خلال فترة الماضية واللي كمان ايضا تواصلوا معنا بالمسيجات وبالكومنتات وبالاسئلة فنحن بنحييهم وبنشكرهم فدكتورة ليندا رح نشتالك نحن لكن رح نضلنا على تواصل معك خلال فترة العيد عيد الميلاد لان رح يكون فيه برنامج خصوصي عن عيد الميلاد ممكن تعرفيش خلال البرنامج ممكن نحكي معك تليفون زي ما كنا نحكي مع الضيوب زائد وان شاء الله ببداية السنة نرجع نتواصل ببرنامج وفقرات جديدة من نورسات دائما انتو بتعرفوا نورسات بتحبت دائما تنوع وتغير وتأتي بما هو جديد على الساحة الروحانية والساحة الإنسانية والمجتمعية والعائلية نرجع نحن منحييكم في هذا الصباح مرة أخرى ومنتمنى انو تضلكم بسلامة أخير خاصة مع جائحة كورونا والأعداد الكبيرة من الإصابات لكن باستعمال الكمامة والتباعد الجسدي بين بعض ندير بالنا على حالنا ندير بالنا على مناعتنا نستعمل دائما المنظفات وغسل اليدين أهم إشي وراح نضلنا بسلامة وهي الفاكسين على الطريق إن شاء الله هذا الفاكسين أو المطاعم هذه إنها تلاقي حال ما عنده فيه لسه لحد الآن يعني أراء متبينة بالنسبة لموضوع المطعوم لكن إن شاء الله مع وزارة الصحة والحكومتنا اللي منثق فيها ومنثق بحكمها ومنثق بقراراتها إنها تلاقس الشي الصحيح وتعمل نية فدائما إحنا معونتنا من عند الله ومنطلب البركة في هذا النهار لنبلش برنامجنا صباح الخير دكتورة صباح النور دكتورة كيف حالك؟ الحمد لله أنا بدي أشكرك إنك عطيتيني مجال إني أعمل الشغلة اللي حطها الله حط الفكرة هاي بقلبي نعم بعد ما كبروا ولادي توفى جوزي قلت بدي أخذ كل الشغلات التي تعلمتها وبدي أعطيها مش بس على نطاق واحد في واحد بالعيادة أنا بآمن إنه الأم والأب الواعيين بتكون عندهم ثقة بتكون عندهم سعادة ولما الأم والأب يحسوا بالثقة والسعادة والجد والجدة إنه الكل بيعمل مع بعض كفري الطفل راح يربع بتربة خصبة يعني أنا بآمن يعني لما يسوع حكى القصة عن إنه لما رمى البذور إنه في بذور وعت على الحجار خرجت زارع ليزرعنا وإيشي في الطلع على الأعشاب وثمت الأعشاب وأكلتها وفي ناس أنا بآمن الطفل كمان نفس الشيء كل طفل بولد بتربة معينة نعم فالخوف والألأ خصوصا بهذا وقت الكورونا يعني كلنا خايفين دايما خايفين شو راح يصير فينا شو والأولاد عم بيحسوا بهالموضوع كتير وهذا عم بيأثر على صحتهم الذهنية وصحتهم العاطفية واللي بتنعكس على صحتهم البدنية فالأم والأب والجد والجدة لما يعرفوا طرق واعية وبناءة وفعالة إنهم يتعاملوا مع هاي الأمور بيعلموا بقدوتهم وبيعلموا بالكوتشنج بالتدريب لأنه أنا بآمن أنه يعني كل عملية التربية للطفل هي كوتشنج يا أما كوتشنج بنمط الحياة تبعنا يا أما تدريب بنمط الحكي يعني مثلاً بدنا نحكي حلقتنا اليوم عن الأعياد وكيف نحضر الأولاد للأعياد فالأطفال الكبار رح شو رح يصير بالعيد هذا رح نعمل الجمعة الكبيرة العائلية ولا لا رح نقدر ننوح نشري هدايا شو بنا نعمل الأولاد عندهم تخوفات وكتير مرات إذا إحنا ما سنحنا لهم أو فتحنا لهم المجال بأنه لهم شوفوا إحنا لا بوضع الدنيا شوية ملخبطة إحنا مش عارفين بالضبط شو رح يصير فيها الفيروس اللي ممكن إنه يعطي عدوى ومعظم الناس الفيروس هذا بيعمل عدوى كتير خفيفة بس بدنا نحمي الناس اللي الكبار بالعمر أو الأطفال في أطفال معينين عندهم يعني قابلية إنه يصير عندهم كورونا بشكل أقوى مثلا البدانة تارفي إنه البدانة عملوا يعني الدراسات اللي عم تطلع صغيرة لأنه مع إنه الأعداد كبيرة الناس اللي موجودين إنهم يعملوا دراسات علمية يعني عن جد فعلية وبحدة مش مش كتار وبعدين صعب لأنه صعب إنهم بتك دراسات كبيرة مثلا الباكسين الباكسين عادة بطلع وبعد سنتين ثلاثة أربعة بتبين إذا نفع إذا عنده أعراض جانبية مقبولة إذا عنده أعراض جانبية مش مقبولة ونفس الشي مع هاي الدراسات بس لقوا الدراسات اللي صغيرة اللي عملوها إنه البدانة مثلا بتزيد من حدة المرض عند الأطفال وبالذات بتزيد من متلاثمة الالتهاب العام بالجسم اللي هو إشي بصير أسبوعين لثلاثة بعد ما الواحد ينصب بكورونا فعلينا كأمهات وأباء واعيين إنه علم أطفالنا كيف يأكلوا مثلا الأمراض مثلا الربو الأمراض الصرع بيّن إنه الأبلبسي نعم شو اسمه الصرع نعم الصرع بيبي الأطفال بيكون عندهم قابلة أطفال اللي عندهم فرط الحركة عم بنصابوا أكتر هو مش واضح لأنه بمسكوا كتير شغلات وبعدين بمسكوا إيديهم وعليم وخشمهم مش واضح ليش بس هاي الشغلات اللي عم تطلع فأنا من من ناحية الطب الشامل الأم اللي بتعرف تغذي طفلها الأم اللي بتعلم الطفل كيف علاقته تكون منيحة مع الأكل الأم اللي بتربي الطفل إنه اللي عنده فرط حركة عن جد يعني اللي فوق عمري 6 سنين نعم يعني كتير ناس بيسألوني أنا عمري ابني عمره 3 سنين وما عمري بوقف عن الحركة عنده فرط حركة بقولهم لأ عنده إيشي اسمه أنا عمري 3 سنين وبدأ استكشف في الدنيا وانتباه عندي يمكن 3 دقاية إن ماتت عندي المجال للانتباه 5 دقاية نعم فشو بدك يعني قعد ساعة بدون ما عمل حركة بدي أروح من هون لهون لهون لأنه أنا بستكشف كيف بدي أطلع هالتليفون أقبه على الأرض الجاذبية شغالة ولا لا شو التليفون بعمل يعني التليفون موجود خلينا نحكي شغلة تانية لأنه منحكي الشاشات مش منيحة الفنجان هذا إذا وقعته على الأرض رح ينكسر هو إن الأم بتقول إنه هذا هاي أشآوي من الطفل بس ها أبدأ أشوف دايما الجاذبية شغالة نعم يعني هو موضوع الاستكشاف دكتورة عند الطفل إحنا حكينا في هذا الموضوع إنه هاي الحب الاستطلاع الاستطلاع وأيضا كمان الاستكشاف وهيك بتعلموا وهيك بيتعلموا حكينا أن النعب هو اللي بعلم الطفل نعم هذا كمان حكينا كلياته لكن هلا إحنا دكتورة بدنا نركز على موضوع حلقتنا اليوم وإحنا اخترناها لتكون نهاية هذا البرنامج من تغريدات عائلية لأنه قرب عيد الميلاد والعياد والتجمعات أوقات العائلية في هذا الموسم الميلادي اللي إحنا منحبه يعني من أجمل الأعياد لأنه هو خاص في الأطفال له بالأطفال وزينة الشجرة والزينة البيوت الحلويات اللي بتنعمل الكوكيز والكريسماس كيك فبتلاقي هلا بهاي الفترة ومع كورونا إحنا هلا تزربتنا جديدة بموضوع إحنا الجائحة اللي موجودة هلا بين مجتمعاتنا وبالعالم كله زائد إنه هلا موسم الأعياد بس هذا اللي حكيت فيه التغذية بصير فيه كيكات كتير وفيه شوكولاتة وفيه حلو فهلا كيف إحنا بدنا من البداية هلا قبل ما يجي العيد الميلاد إحنا اللي صار عنا تقريبا رح يصير شهر قبل العيد فبنا نحضر الأطفال كيف نقدر نحضر الأطفال لموسم العيد في ضمن هاي الظروف اللي إحنا عم نعيش بها حضر حالنا أول شيء لأنه زي ما حكيت التغذية البدانة رح تقلل من مناعتنا ورح تزيد فرصنا أنا دايما بآمن إنه الأم والأب والجد والجدة اللي بعرفوا ليش رح يطبق الشغلة يعني هذا ملزز وشكله حلو بس إذا بتعرفي إنه أنا لما بعطيها الشوكولاتة أو السكر هذا عم بقلل من مناعته بصير أراجع بنفسي مش بس بقلل من مناعته بزيد من فرص إنه ينصاب بالكورونا بشكل أحد طب أنا بصير بدي أراجع حالي طيب شو فيه بدال ما أعطيه شوكولاتة طول الوقت طبعا بدناش نمنع الطفل بأي عمر عن الحلويات بس بدنا نعمل ضبط للكميات اللي بيأكلها وأوقاتها وأوقاتها قبل إنه مش وقت منيح عموا دراسات إنه السكر ما بيزيد الفرط الحركة عند الأطفال أنا عندي كامل ونور الله يباركهم أعطيهم سكر أنا دايما أعرف لما يأخذوا سكر لأنه بصيروا هايبر يعني بالنسبة إلي الدراسات ما إلهم عنا لأنه حتى لو إنه دراسات بتقول إنه كل الأطفال اللي أكلوا سكر ما زادت حركتهم أنا عندي بالبيت واقعي إنه أولادي بتزيد حركتهم فأنا شو بدي أعمل بدي ألاقي مصادر سكر معاها ليف يعني ليف عشان اللي بيصير إنه الامتصاص السكر لما يكون بس سكر مثلا بالحلويات بالكينديز بالكعك دوري نسبة السكر بالدم ترتفع ترتفع نسبة الإنسلين صح؟ عشان بدنا نخلي إحنا السكر عندنا بالدم متوازن متوازن برفع الإنسلين بيقيم السكر بيظل الإنسلين مرفوع عالي فالطفل بحس أول إشي بحس بشغلتهم أول إشي لما ينزل برتفع السكر بسرعة وبنزل بسرعة شو أنا بدي أحس؟ أول إشي برفع وبعدين بحس بيهبوط أنا كطفل عمري خمس سنين لما بصير بني هبوط شو بدي أعمل؟ بدي أعمل نوبة غضب بأنكد الـ الـ بدي يصير أنا زهقان وأنا مش عارف شو مثلا وبعدين نسبة الإنسلين بتضل عالية بتقول الدماغ عندنا أنت جوعان فبصير الطفل يطلب أكل هو مش بحاجة إله لأنه بده يسد الحاجة الجسدية اللي إحنا خلقناها من الغلاط نعم فمثلا الفواكه فيها سكر هو سكر يعني العصير مثلا أنا ما بنصح فيه والأكاديمية الأمريكية لسحة الأطفال ما بتنصح بالعصائر ليش؟ لأنه كثير من العصائر أصلا ما فيهاش عصير كثير بتقولها 30% من العصير يعني فيها أصدك العصار المصنع المعلبة مش الفرش العصار المعلبة ومعظم هي السكر يا إما عصير الدرة وعصير الدرة هذا اللي صار يخبوه بأسامي تانية فالأم بدأ تكون واعية هذا نسبة الجسم عندنا ما بعرف يخضمه فبدي يروح محل شو حم بصير الفروكتوز لأنه هو مش غلوكوز هو فروكتوز فالجسم بمتصه وبقول طب أنا ما بعرفش كيف أعطمه ما عندي طريعة إني أعمله هضم هذا نعم فبدي أخزنه هون بدأ أخزنه بأخزنه عندي بالكبد وبأخزنه إيش؟ بالدهني بالدهن فالفروكتوز إله علاقة الهاي فروكتوز كونسيرب هذا إله علاقة بالبدانة مثلا فالأم والأب والجدة والجد لما بدهم يعطوا إشي حلو للطفل بدل ما يعطوه العصير مثلا بردقان مصنعها ياخدوا البردقان كل هاي قسموها إطعة صغيرة الطفل الصغير هاي البردقانة شكلها كروي حس ما كيف ما لمسها شم ريحتها ما أحلاها شوف كيف الطعمة تبعت الأبيض اللي جوها مرة حكينا عن تحفيز بس كله هذا من سياق التحديد للأعياد التحديد للأعياد لأنه الأعياد مش وقت تاني يعني غير للطفل خلينا نستغل الوضع خليه هو يحاول يقسم البردقانة للشقوق تبعها وبعدين يأكلها لأنه السكر لما يكون مضاف إله أو معه ألياف يعني زي ما خلقه الله السكر بنبص الجسم شوية شوية مش ما بفير وبعدين بنزل فنفكر أنه نعطي فواكه بدل ما نعطي مثلا البربارة والشغلات هاي المهلبية والشغلات مهلبية لما نحط معاها رز بتقلل من امتصاص السكر مثلا إذا حطينا رز بني صعب أنا مش عم بلاقي رز بني أنا بالبلد موجود بغو لونه بني بس هو مش مش لونه بني بطلع هيك بس اللون البني لأنه فيه ألياف إنه هذا بيقلل من الشغلات من امتصاص السكر التفاح مثلا إذا بدنا بدل ما نعطي الكاسترد والشغلات هاي إنه مثلا ناخد التفاحة نقسمها نحط معها شوية إرفة وحطيها بالمايكروويف وإعملي منها زي الهريسة هاي بدال البودنغ مثلا لأنه فيها الألياف إنتي حطي معا الإشرة الإشرة تبعة التفاح فيها فيتامينات ومواد غذائية أكتر حتى من اللوب تبعا فالناس كتير منهم بيأشروا للأطفال وبقيموا عم بقيموا بالغلط عم بقيموا كل مصادر الفيتامينات والألياف والشغلات والمشكلة دكتورة يعني الإغراءات اللي بتقدمها الشركات المصنعة على هاي الحلويات يعني مثلا التشوكلت اللي بقلبه هدية الألوان الزاهية اللي بعملوا فيها اللي بتجدب عينين الأطفال فلما بتروحي بتعملي مثلا تصوق مع الطفل بتلاقي كل إشي بديوا يمسكوا بديوا ياخدوا بديوا أنا مبسوطة أنك سألت هالسؤال بديوا فهلّا وقت إنه وقت كتير الأهل الأهل بيأخذوا بلادهم على الشوبينج على التصوق وبصيروا عاد تمنعيهم هذا لا هذا آه هذا فيه ألياف لا هذا ما فيه ألياف ما رح يستوعبوا كتير قد ما إنه بدهم هذا الشي اللي ملوني كتير بدهم هاي الشوك الشوكولاتة لأنه بقلبها هدية بيركبوها أو بفتحوها بلقوها حتى لو ما بتعب باكلوا الشوكولاتة بس إنه بدي أخذوا الهدية اللي بقلبها اعمل لي قانون نعم أبن ما تروحي مش شوفي دايما أنا بأمن التخطيط للطفل اللي مثلا بيستوعب يعني لعمر سنتين ونص مثلا لا أو طالع أما أكتر أقل من هيك بتبشتري لك هدية وحدا بديك تلقيها لا يعني الولاد هالأرض المبارح أنا ليش عم بحكي هادالشي طلعت على واحد من المرع قزي التصابق أشتريها أغراض للبيت بلاقي صوت الولد بها الممر على الأرض وبيخبط وكذا عند السكشن تبع الشوكولاتات طبعا هالأ عم بيزينوا الحلويات كلياتها بحطوا سنتا كلوز والإشي بضوي وإشي بطفي وإشي بصر إشي يعني إشي كتير كتير مغري والله هادالولد وبقول لك هون وإعنا والأم بتقول له لا لا نو نو والولد رمحاله على الأرض ويخبط وهي تقول نو ما بهمها صوته طالع والعالم تمشي وبتلاقي هالولد بتفرفط على هالأرض يعني عمره كان سنتين ونص المبسوطة من هاي الأم إنه ما تراجعت بس أول إشي بتعملي قانون تاني إشي ما أنت عارفة هاد الممر طبع الشوكولاتة عن جد عن جد بدك تاخدي طفلك لهالممر يعني الغلط بهذا بالواقع هاد إنه الولد راح ونغره من هالشوكولاتة ولا إنه الأم أخذت الطفل وحطته لا بدأ هي تشتري الشوكولاتة لها ممكن هي بدأ تحط الشوكولاتة لها ما تاخده معاه عرفتي كيف بس بهذا الموقف مثلا أنا ابني قلت له لا خلص تقول لي لا مرة واحدة خلي عيط يعمل نوبة غضب إن شاء الله إن شاء الله الأم اللي شفتيها بالدكانة ما تراجعت تراجعت احتمال ما بعرف لأنه بعد فترة سكت الولد بعرف شوكي بسكت لأنه إذا يا إما سكت لأنه قال أنا أمي وقفت وحطت القانون ومشت القانون وأنا هاي نوبة الغضب تاخد كتير طاقة صح ولا لا يعني فكر فيها بدي أصيح وبتطلعوا علي الناس يعني طبعا يعني كل الناس زعجت يعني وأنا عم بعرق وأمي أصلم لبسيتني زيادة عن نظوم لأنه الدنيا برد وأنا عرقان ومش عم بطلع بفايدة نعم مم بلاش أعملها فيعني لما يكون زي ما أنت تفضلتي إنه الأم تكون حكيمة بدها تروح تشتري أغراض للبيت ومنها إشياء حلوية أو بسكوت أو كذا بدت مر على هذا الصف تبع البسكوتات ما تأخذش إبنها معها أو تعطي سناكس من البيت يلتحي فيهم بيحبهم نعم مثلا فيه تبعون الفواكه قطع فواكه مثلا الجزر إشي إشي ملون كتير عرفت كيف إشي يتلهى فيه جيملة لعبة بيحبها من البيت نعم إحنا إيش دايما نازم نظلنا نشتري جديد أنا جب بسة جديدة اشتريت لها أنا عملت نفس الغلط مع بستي عندها سبع ألعاب زيهت منهم كان نازم أطلحهم لعب لعبة ألعبها فيها وبعدين أطلع اللعبة التانية فأنا عم بتتذكر شو الأغلاط أنا ليش حبيت أعمل هذا البرنامج لأنه أنا مش جاي أملع وأحكي لها الناس إنه أنا أم مثالية أنا وين غلطت وين عملت نفس الغلطة جبت لها سبع ألعاب الله هو أكبر هلا بطل أبدأ تلعب بي شي تاني صرت أفكر بدي أشتري لها لعبة جديدة فقررت اليوم لا بدي أخبي كل الألعاب وأطلحهم واحد واحد لأنه كمان بصير بي كريسماس مش بس على الشوكولاتة نشتري لهم عشرين هدية الولد اللي عمره ثلاث سنين بلعب بالهدية مرة واحدة أو بده يفك فكها يشوف كيف بده تشتغل وبعدين بلعب بايش بالعلبة خاصة من ناسم العياد دكتورة يعني التيت بدها تجيب له هدية والعم بده يجيب له هدية والخالق بدها تجيب له هدية فهو يعني بكل الأحوال رح يصير عنده شي خمسة ألعاب وهي الأم بتظلها حيصة يعني خاصة إذا عندها ولدين ولا ثلاثة بالبيت عالمي كل ولد إجاء خمسة ألعاب خمسة في ثلاثة خمسة عشر لعبة صار عندها فرد مرة هيك فجأة فبتلاقي هالأطفال حيصين بهالألعاب ويريت إنو هالألعاب مثلاً إنو بيلعبوا فيها فترة طويلة لا أوقات كثيرة بيفتحوا كلها وما بيلعبوا فيها فترة طويلة اللي حمره تلاتة لخمسة فهو أنا بدأ ننصح الأم يعني مثلاً بهاي الحالة شو تعمل في الألعاب خلي هدية هدية هيا عندك خمس ألعاب أنت أي هدية بتحب تفتحها اليوم أول نعم بعدين بتضب لأنه شوف إذا بحافظ على اللعبة كمان مش يكسرها ما هو يمكن يكسرها يمكن يكسرها ليش مش لأنه هو غاوي تكسير بدي يشوف هاي كيف تشتغل ليش الضوى هذا بطلع من هون بدي يفتحوا يعني هذا من نوع تعليم الأسليب التعليمية للأطفال إحنا منطلع على يعني ليش أحسن الألعاب للأطفال مثلاً التبرورات اللي بتتركب ع بعضها نعم واللي بتنحط جو حالها والعلب اللي بأحجام مختلفة لأنه والبلاكس هدولة ما أحسن شي البلاكس المكعبات المكعبات اللي بيلعبوا فيها لأنه بيركبوها بيفكوها بيركبوها بطريقة ثانية بيفكوها بيركبوها بطريقة ثالثة نعم بيفكوها وبستكشفوه طب أنا لما عملت هيك ما زبطت معي فيا إما بيكبها والأم عندها فرصة كتير حلوة لما صير هاي الشغلة نعم أنا شايفي يا إيميل النكز علان أنا بحكي لأنا ما بحب أو يعني بحكي اللي عنده طيب خلينا نجيبها ونشوف طريقة ثانية إنك تعملها بحيث إنه يصير اللي بدك إياه إنت نعم فبتقول أوكي خلينا نوح نجيب اللعبة مع بعض مش يتحل مشاكله هو يحل مشاكله أو تحدياته لحاله طيب شوف فكرك بنقدر نعمل بقدر أعمل هيك أوكي ماقدر أعمل هيك أوكي هاي ما زبطت كيف بدك تعمل طريقة ثانية فإيش عم بتعلموا التفكير المرضع بتعلموا حل المشاكل وبتعلموا بتعلموا إنه يركز على حل المشكلة بدل ما يظل يقول أنا عندي مشكلة وأنا اللعبة ما حبيتها وبدل ما تظلت صيعة عليه ما تعمل هيك ما تعمل هيك يعني منغير سياق كل التعامل مع الأطفال نعم عرفت كيف ومع الكبار كمان اللي بيجيوهم يعني كتير مرات الناس بيهملوا المراهقين بيجيبوا للصغار نعم أو بيجيبوا للبيبي الجديد وبيهملوا الكبار فأنا دايما بنصح الأمهات خلي عندكم شغلات صغيرة للأطفال اللي المهملين نعم عرفت كيف لأنه الأطفال أكتر شي كيوت على عمر السنتين للثلاثة وبعدين لما يصيروا بعمر المدرسة بيكونوا حجم طاوع لعشر دقائق وبعدين بيبطلوا نجيب ألعاب للصغيرة يعني أنا كامل كان يحب الليغوس دايما عندي الليغوس لأنه بنتي شعرها كذبر وشقرة وعليها زره ودايما بتحكي وكامل منطوي على حاله فإيش يصير يجيبوا لنور هدية مش عيلتي يعني بس الأصحاب وكامل يضل محمل فأنا إيش أعمل بس أشوف خصوصا لما في تنزيلات بعد الكريسمس أحسن أحسن موقت أنه وعد يشتري أشتري هدايا عنده لما يجوا وما يكونوا جايبين إشي لكامل أعطيهم الهدية أعطوها لكامل كمان عشان الطفل التاني يصير في غيرة أنا البيبي إجا عشر هدايا مهما الولاد مشغل شمعين وأنا أجاني هدية واحدة الله أكبر فأنتي عليكي كأم وأب واعي وكأجداد واعيين أنه تديروا بالكم على هاي الشغلة لأنه الغيرة جدا مضرة يعني كين أتل أيب والأخوه من الغيرة صح يعني هاي من أول مطلعنا كبني آدم عندنا عنده هاي الخصلة تبعا الغيرة الغيرة من بعض فبنا ننظمها الدكتورة نحنا بس عشان نجاوب على أسئلة بعض الأشخاص اليوم الشباب والصبايا متججعين حيلا طبعا منشكر اللي على البث المباشر معنا على المباشر جهاد حداد يسعد صباحك سمير أحمد عسل أمل السلمان كل صباح بنعمة يسوع ليكن مبارك أمل السلمان شكرا دكتور الفضل على سعادتنا وأثرت معلوماتنا حافظ السير الراهبة سيسي الحجازين من الراهبات الوردية يسعد صباحكم دكتور رب يعطيك العافية ونهاركم سعيد فؤاد قمو يسعد صباحكم وأمل السلمان بتقول أنا مبسوطة لأنك بتحكي عن الجد والجدة وأنا صرت كل ما حصل معي أمر بتكوني ببالي شكرا لك ونبيل عويس الرز البني بدو ساعة بستوي على الطبخ بدو ساعة أنا حاولت بدو ساعة ما بطبخ زي الرز العادي بس لما يستوي إلو طعم زاكية شوية فيها نكحة فستر نعم It's very nice وماجدة البير بتقول موضوع حلو ومفيد للكبار وصغار وجوني أدمون صباح الخير يا جوني أمل السلمان كلامك عن الحلويات مهم وصحيح مية بالمية يا ريت الشركات بطل تصنع هاي الأشياء يا ريت يا أمل بس بده تعيش الشركات حفيدي عمره بتقول أمل أربع سنوات ونص بكفي على تعامله مع الألعاب وحتى قبل يومين على الهاتف بحكي لي أفرجيك اللوكيشن يعني أنه صار في هدول بعلمون أنا لما عندي مشكلة مع الكمبيتر بتوجه للصغار ولا بس ألنا سب عمري يسعد صباحكم جوني أدمونز بالخير والمحبة والسلام شكرا يعني هدول كلهم المتابعين والمحبين لهذا البرنامج وأيضا كل اللي بيتابعونا بعد البرنامج بيحضرونا من دول برة فنحن منوجه لهم تحية في هذا الصباح ومن هذا البرنامج دكتورة هلا بالنسبة لموضوع كيف هلا تعامل أهمية الانسجام والترابط بين كل العائلة خلال فترة الأياد أنهم يكونوا على خط واحد من التعاول مع الطفل فترة العيد يعني مثلا أنت بتشوفي هاي بدها محادثات في كتير أحيانا الام بتقول للولد مثلا ما بديت ياكل شوكولاتة مثلا أو حلويات من المساء وطالع عشان بده ينام وفترة الليل ما بفضل بتلاقي هالتاتي وهالجدة وإيجوا عندها الولاد وطعميها لحبت شوكولاتة وجايبت له كوكيز وجايبت له هالحلويات الطيبة تبعت كريسماس والملونة وأشكال ألوان وسانتا كلوز وكريسماس والشوكركين هدولة هدول خطرين عفتنا يعني من هاي القصص بتلاقي بفتحه وبحطه بتمه بفتحه وبحطه بتمه ويلها الام بدها تزعل التاتي أو حماتها تقولها إنه لأ يا أنتي تعمليش هيك أو طعميه وش خلينا نخبيهم لبعدين ويلها إنها هالولد أكل 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 وبدها الام بتتلقى بعدين الولد ما بده ينام عصبي وبتعصب عليه الأم وممكن تضربه أو تزعل الأب إلى آخر فكتير مهم حكينا نحنا قبل البرنامج إنه أهمية هذا الموضوع تخبرنا فيه بالتفصيل أوكي أنا بسميه وما دول المحادثات الصعبة difficult hard conversations لأنه إحنا بنا نقعد مع بعض كعائلة نقول أوكي السكر بعمل إدمان زي الهيروين بفعل بحفز نفس المنطقة بالدماغ تبع الهيروين نعم كأنك بتعطيه هيروين فلازم تفهمي الأم والجدة والتيتار والحماية أنا بآمن إنه العلم بدون تطبيق ما له معنى نعم بس التطبيق يعني إحنا عنا قابلية أنا لما أعرف ليش أنا أنا الدكتور الليندا يعني لما أنا أعرف ليش الشغلة مهمة عندي قابلية أكتر أني أعملها نعم أول شي لازم أفكر لما أعطي كل هالحلويات لطفلي كأني بعطيه هيروين أو مخدرات هيا واحد تنين حكينا عن الارتفاع الإنسولين وارتفاع ونزول السكر تعرفي إنه ارتفاع ونزول السكر بهذه الطريقة بتعمل إشي اسمه التهاب الجسم فعن منصير نشوف بالأطفال الأمراض اللي الالتهاب المزمن بيسببهم اللي هم السكري الضغط أمراض القلب الألأ والاكتئاب نعم طب أنا لما جاي بدي كجدة مثلا وأنا عارفة إنه لما بعطيه هاي الشغلات خصوصا على مدى طويل إنه ممكن أعطيه التهاب بجسمه بيؤدي لأمراض ما ممكن كان الكبار كانوا ينصابوا فيه هلأ عم نشوفهم بالصغار نعم بدي أفكر بحالي طب فيه إشي تاني بقدر أعمله نعم سؤال الثالث اللي بدينا نتحاكى فيه لأنه بديك تعملي محادثات عن الموضوع بس بدي أعطي المعلومات الطبية العلمية أولا السكر بيعمل إدماء نعم أنا بدي أعطي يعني زي الشاشات حكيت أنا ديك المرة بآخر الحلقة الحق على الأمهات ولا الجدات اللي بيعطوا الشاشات للأطفال ولا أطفال اللي عم بصير عندهم إدماء نعم فإحنا لما نعلم الطفل إنه بيأخد سكر كتير وإنه المعنى اللي منعطيه للأكل كمان جدا مهم أنا ليش بعطي الطفل سكر نعم لأنه بدي أعبر له إنه أنا بحبه نعم ما فيش طريقة تانية أعبر له أني بحبه مثلا أعبطه ألعبه أحطه على ضهر على حضني وأراله قصة مش أحسن مما أعطيه كاندي لأنه يعني أنا دايما بحكي مع التواصل الفعال هو التواصل بين تنين بطريقة فعالة مش إنه ما تعملي أنا ما بدي إياك يتعملي هيك نعم والأم شو بصير أنت بتقولي لا بدي أعمل أنا جدته أنا بدي أعمل بتروح بتفسدك لجوز لجوز وفعلي بصير مشكلة صح لا لازم الأم والأب والجد والجدة يعدوا مع بعض آه بس كيف بدي يصير في وفاق أنا حاب شوف أنا أنا البنت وأنتي حماتي أنا حابة يا أنتي تقولي لي ليش ليش بتعطيهم هالأد السكر ليش بتحبي تعطيهم هالأد السكر نعم يعني هادة السؤال تقول لي لي أعطيني سبب مثلا خلينا نعمل يعني هو السؤال الجواب دايما اللي هاد إنه بيحبه بيحب يأكله هذا المفضل عنده بيحب هذا النوع وأنا بجيب له إياه علشان التيتة بتظل هي التيتة اللي دايما بتعطي الإشي الزاكي المحروم منه من أمه أو التيتة اللي بتخلي نص ساعة زيادة على الشاشة يعني يحضر الكارتونز تابعونه أو الألعاب تابعونه على التليفون التيتة اللي إشياء الممنوعة عند الماما بيجي عند التيتة والتيتة بنحنيتها لزيادة طبعا ما أغلى من الولد إلا ولد الولد من هذا المنطلق ويا تي يا آنتي هلأ أنت ربي زي ما بدك هلها الساعة اللي أنا جايها على بيتكم أشوفها للولاد ما بديش أقعد أنا كده عليه طبعا بالصف تعطي كل شي مسموح كل شي ممنوع مسموح 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 عشان زيد محبة الولد لإلها ويظلوا متعلق فيها ويظلوا يعبطها وإنتي أحسنتيتي بالعالم وإنتي حسنة أنا سمعتك يا أنت حكيتي عدة شغلات أول إشي سمعتك حكيتي أنه أنا حارمة ولادي من كتير شغلات بحبوها مظبوط الحكي هذا نعم هيك أستطيع تحكيل نعم حارمة أنت يا أنت بتعرفي ليش ما بعطي ولادي شوكولاتة كتير أو سكر كتير نعم ليه لأنه السكر بيعمل إدمان السكر بيحفز نفس المنطقة بدماغي اللي بيحفزه الهيروين نعم السكر لما يضل الطفل يأكل سكر على المادة الطويل أول إشي بتزيد بدانته بتقل مناعته بيزيد الدهنيات اللي بتدم عنده نعم وبيزيد بيزيد نسبة أمراض القلب وأمراض السكري هذي أنا والله كنتي ولا مرت ابني دكتورة مش كل بعرف هذا أنا ليش عم بواعي عشان هيك نحن عشان الأم يكون عندها تواعي السلاح إنه تستخدمه تستعمله قدام حماتها عشان تعطيها بالمعلومة العلمية أنا سمعت برنامج للدكتورة ليندا عم تحكي على هذا الموضوع يا أنت وعم بتقول إنه كتير السكر خطر طلع على الولاد بتسبب بدانة ومرض سكري وضغط بالمستقبل عند الولاد يا أنت خلينا نقرر أنا وياكي إنه ما نعطي سكر للولاد أو ممكن أنت كحماتي تقولي بس أنا بشوفهم ما بشوفهم إلا ساعة كل أسبوعين ثلاثة طيب يا أنت أنا مع أنه إحنا اتنين هلل اتنين هلل صرنا واعين بمدار السكر إذا ساعة كل أسبوعين ثلاثة معلش بس إذا بدك تيجي كل يوم بتعطي ممكن إنه أنا وياكي مش مشكلة كيف ممكن إنه نحل هاي المشكلة يا أنت شو رأيك مرة سكر شوخلت ومرة قصة مرة يعني بنعطيها بدائل لا بدي هي تطلع ببدائلها أنا لكي مرة تاني بجيب له أصاب مرة تاني بجيب له رسم يرسم أنوية مرة تاني بجيب له فواكب نقشرهم هاي فكرة كتير حلوة يا أنتي ممكن أنا كتير مبسوطة إنه وصلنا لهذا القرار مع بعض المشكلة إنه إحنا لازم يصير في حديث بس عقلاني ومهادي وعن محبة الشغل التاني مثلا أنا بدي أفرجي أنا ما بشوف ابنك إلا هالأسبوعين كل مرة بالأسبوعين ثلاثة بدأ أفرجي إني بحبه طب يعني أنتي أنتي بتعبري عن محبتك بس بالأكل أو لعندك طرق تاني إنك تعبري عن محبتك فيها نعم طبعا في طرق أخرى زي إيش مثل ما حكي نعم ممكن أجيب له قصة رالوية ممكن أخذه مشوار نمشي ونشوف الإشياء إذا كان التقص حلو طبعا هذا الأفر ممكن إنه مثلا نقعد نلعب بواحدة من ألعابه ونركبه ونشوفها كيف يقلمني كيف تشتغل يعني ممكن فيه اختيرات أخرى ترافي إنه دايما بحكيلي عن هديك المرة لما رحته وعملته قطايف مع بعض هاي من ذكريات المفضلة عمر ما بجيب لي سيرة لما أعطيتيني شوكولاتة إلا لما بدوا يعملينه بط غضب ونكد بس عادة لما بحكيلي أنا بتذكر لما أنا والتيتة أو أنا وجده رحنا على حديق الحيوانات نعم ولا لما رحنا مشوار وشفنا الغنمة هاي شو كانت كبيرة وريحتها طالعة بس كيفنا نعم 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 حلو إنه ذكرياتهم بتضل خاصة هلا في موسم الأعياد نعطي أفكار للناس للأمهات للتيتات للجدات مثلا ممكن يعملوا بسكوت يشركوا الطفل يعملوا بسكوت مع بعض العجينة ويقطعوها بالأشكال الحلوة هاي ويعملوا العجينة يقاسوا الطفل كل طفل على حسب عمره البيب الزغير اللي عمره ساني مثلا حطيه بالكرسي طبعا خليه حطيه للطحين خليه يلعب بشوية الطحين حطيه للطحين مع مية وشوية ملح نعم فيه كتير أنا جبت هذيك المرة وانتسيت تليفوني الوصفات كتير للملتين المعجونة اللي بتتاكل لأنه الطفل اللي عمره الثلاثة كل شي بفوض ممكن أنه يأكله فيه دهانات بتقدري تعمليها بالبيت نعم مش للأغنية لأنه ست أنجيل جابت فكرة كتير مهمة إنه مش كلنا منقدر نطلع نشتري هاي الشغلات وصلا مش موجودة بكتير عادة اللي الأمهات اللي بطلعوا بهاي الوصفات وحسن ما حتى أي على بنترست ولا على الفيسبوك ولا على الانستغرام فطيله معجونة خليه يلعب هذا بزيد التحسس عنده وهو بحس إنه عم بيشارك معاك لما تحطي شغله بالواعة خليهو يخلطها شوي طبعا ثلاثة أرباع الطحين رح يروح هون وهون بس هي فترة لعب يعني هذي هي فترة لعب وانه بتضلها حاملة زكرة حلوة بالعيد إنه حضرنا البسكوت نحن وبس يزهق خليه يروح يلعب بروح يلعب شوي برد برجع لك وبرضو إشركي لأنه اللي عم بصير بصير إنه يجينا ضيوف اليوم أو بدنا نعمل كعك العيد وشو بدنا نعمل بهالولد أحطيه خليه يهروس هذا شارك معه الجوز شوي حطيه بكيس وخليه يضرب بالمطرقة على الجوز إذا ضرب حاله يعني بعملها مرة وحدة بعملها مرة وحدة وما بي إذا ضرب أخوه وأخته بتقولوله لأ هذا ممنوع تعمله لازم نتعامل مع بعض اللمس لازم يكون طريقة لطيفة يعني فيه أفكار كتير الواحد بقدر يخترعها بقلب البيت وبتقلل هاي أهم شي من هاي الناحية بتقلل القلقة على الأم بتقلل ولما الأم هي الأم بالقرآن مش بقول الجنة تحتها قدام الأم ما هات الأم اللي هي بتحدد قديش فيه نكد وقديش فيه ألا وقديش فيه يعني فيه جواز نكدين بس إذا الأم دايما بتظلها إيجابية وبتركز على الحلول بدل ما تركز على المشاكل شوي شوي هي بتعلمه بقدوتها لأنه كمان تروح تقولي لجوزك أنت دايما نكد هاي مش مشكلة مشكلة بس أعطي أعمله مع التواصل فاعل يعني شفت اللي عملنا خلينا نحكي شوي بالخطوات اللي عملنا أول إشي أنا حكيت نقينا الوقت المناسب مش إنه لما جوزي منكد واللحماتي جاي ومنكدة وأنا منكدة وما نحكيها قدام الطفل مظبوط كتير مهم لأنه ما نحكي قدام الطفل ونحكي بين بعض بعيد عن الزوج أو بعيد عن البنت يعني مع الحماية مثلا لا مع الزوج بيكون كتير منيح لأنه مع الحماية لأنه الزوج لازم يعرف أنا شو حكيت لحماتي شو حكيت لأمك لأنه يعني إذا ما كانش موجود إذا ما كانش موجود ما كانش موجود لكن حلو إنها هي تتواصلك عفنجان أهو مثلا يقعدوا يتحدثوا أنت جاي العيد هلا وأنا هيك هيك لولاد خلال كل هالسنة من ضبطين والآخر فبنا نستمر خلال فترة العيد أنت دائما كتير بتجيبي هدايا يعني مثل أنا حكايتي أنا ما بخلي بدي أوافق بهاي النقطة لأنها مهمة لما أنت قلت أنت دائما بتجيبي وبتخبصي أنا ضغري قلت هاي عم بتترجم علي ظهري ارتفاع وأنا قلت نو هاي أنا مش بدي أصير دفاعية يا أنت إحنا من ضبطين كل السنة وحاب نظن على انضباط بتقدري تساعديني كيف كيف ممكن تساعديني بهاي الشغلة مش حسيتي أنه أنا هلا ضمن فريق وبيدي أساعد هالمرة اللي عم تطلب مني مساعدة لأنه قليل للناس لما تطلب منهم شغلة طبعا بتقولها ايش بالضبط اللي حد يدي البدك ايا وبعدين الاستماع مهم أنا قطعتك لأنه انتي هاي شغلة أنا دايما لما بنا تواصل وبنا نحكي عن شغلة صعبة وبنا نحكي عبارات أنا أنا بحس بأحباط لما تكوني معطي لولاد لما ياكل لولاد كانت كتير وكل بروح والطفل بضل أربع خمس ساعات وهو بعيط نعم انتي بتعرفي انه هاي الشغلات بتعمل هيك الاستماع جدا مهم من ناحية التواصل الفعال معنا اتصال عزائنا هلا رح نطلع على نعم هلو كيف حالك صباح خير كيف تحقي كيف الدكتورة اللي عند الله يخليكم شكرا شكرا ويخليك أنا بدي أحكي لدكتورة لينة إذا هي بتشوفو جهة نظري سليمة أنا من النوع اللي لما بدي أجيب هدايا لأحفادي يعني بفضل اتفق مع كنتي أو مع بنتي لا ما بسألهم وأنا بشتري لأنه بدي أوفر علي وقت وأنا ما بنزل بالعمر ما بقدر أعرف هالألعاب الحديثة الجديدة أو بإيش مغرمين ولادهم فأنا تعطي الفلوس وهن بيختاروا وبكتبوا على الهدية من تيتا وبيجيبوها قبل بيوم بدون معرفة الطفل نعم ترغي يا أنجيل هاي فكرة حلوة لأنه لما تعطيهم مصاري بكنت بدي أحكي شغلة وقت له هيد من أحسن الهدايا اللي بنعطيها لأطفالنا مثلا اشتراك بالجيم طابة الشغلات اللي بتزيد الحركة عندهم بدل الشاشات والألعاب الشاشات سلي مثلا فاليبال اشتراك بالمسبح هن هن دكتورة هن أهليهم بيكونوا على معرفة برغبة أولادهم وإيش اللي بيشدهم وإيش اللي بيحبوه فهن بعملوا بإسم التيتا يعني تعطيهم فلوس بيشتروا هالهدية وممكن حتى الأم إذا أنت بتعطيها مثلا نفرض نفرض خمسين دينار بتشتري بتلاتين لأنه حرام كل هالمبالغ هاي على ألعاب لأطفال يعني لأنه بلعبوش أصلا فيها بلعبوه بالعلاب يجي فيها هاو بيروح هيا بيكسروا هيا بيروح على إشي تاني فالمهم إنه هل فكرتي سليمة أنا هيك بعمل لأ ممتاز وأكيد كنتك وأولادك كتير مبسوطين من الوضع أنا هيك أمي وأبوي كانوا يعملوا لأنه كان يجيبوا هدايا يعني الولاد مش مناسب الأعمار الأولاد بعد هم لحالهم توصلوا للفكرة اللي لاحظوا إن الولاد مش عم بلعبوهم الألعاب اللي بيجيبوها فهم لحالهم قالوا شو رأيك نعطيكي مساري عليكم نوع أنا صدقيني دكتورة أنا هيك بعمل بوفر وقت وجهد علي يعني ما بقدر أروح أدور بالإسواء وأشتري وكل أه أي نوع هدايا أو حتى لبس أي إشي أي إشي لا بيوفر علي وقت جهد وقل الأم بتجيب اللي بناسب إبنها واللي بتحب بإيش متعلق أو إيش هو بالدية هاي وجهت نظر أول ألي الثانية نعم 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 تحكي لنا إيش كان أحلى شي بتعملي أنت وأحفادك لما بتروح بتزوريهم بالبيت يعني خاصة لما بدك تقضي وقت معهم شو هي الأشياء اللي كنت أنت تمارسيها أو تعدي معهم تلعبي فيهم تلعبي معهم أو شو الفعل يعني كنت تعمل بسكوت عجيني كذا عاطي هكي فكرة للعائلات هل الأهالي كيف يلعب مع أطفال أنا بطلع فيهم بره البيت بصراحة بحطهم بالسيارة بحبوا في مركز خيلي بجنبنا اسمه الأصايل هذا بروح بفرجيهم على الخيل بالاستبل بفوتوا وبيشوفوا كيف الخيل هدول للصغار هلا الكبار لا كبروا يعني بس هم صغار ليش الكبار بقدروا يركبوا على الخيل الحيوانات كتير بتقلل التعرض للطبيعة والحيوانات كتير بيقلل من القلق مع عجل خبار آه بعرف آه وصاروا لأنه بحبوا يشوفوا بالاستبل جوا كيف بتحرك الحصان كيف مرات بطلعوا عليه يعني بركبهم عليه هاي فكرة رالعة حلو في عنا صار عبي عمان حديقة حيوانات على طريق المطار كتير حلوة هاي حديقة الأولاد يعني على الشخص الدخلية طبعا للأطفال مجانا على الشخص الكبير ثلاث ليرات حلو المر وفي الدب وفي يعني هديك المرات أخذوا يعني الحيوانات واحد حلو الحيوانات والأرود واللامة حيوانات اللامة كانوا يطعموها بالخص يعطوها الخص عن جد كتير انبساطة إنه موجودة هاي الحديقة يعني ممكن بطأس كتير حلو يكون خلال فترة النهار إنه ياخذوا الأولاد على حديقة الحيوانات الحيوانات يتعرفوا على الحيوانات أو الطبيعة دكتورة يعملوا ورقة عليها إنه يعني بدال الجد مثلا زي الست أنجل بدال ما تجيب شوكولاتة تجيب مثلا كروت هاي رحلة على حديقة الحيوانات هاي فرصة إنه نعمل طايف نعم دكتورة أنا كمان بدأ أقول مش بس عند الخيل دكتورة أنا مرات باخدهم برا الطبيعة بروحوا في السيارة في محل بخليهم يمطوا يلعب ويامنا ناخد الطابة معنا يال بايسيكل وبركبوا بكيف وما بحبوا يروحوا ويرجعوا بس هاي بتقدري تحطيها على وراء هاي من التيتا أنجل إنه بدنا نوح نركب سيكلات فبيجي بقولولك اليوم أنت جايد زوريهم بعد شهرين ثلاثة أنا بدي إياكي بدنا نوح نركب بسيكلات انت هاي هدي تلك وزا وها هاي حلوة لأنه بتزيد الحركة بتعرضهم للطبيعة وبتقلل القلق عندهم لأنه بدنا نتأكد إنه نقل القلق اللي عند الأطفال عندنا أي إذ إحنا حسين مش عفين الدنيا شو عم بيصير فيها كيف اللي الصغار اللي حسين بكل حواسنا نعم شكرا شكرا إليك يعني هذي فكرة المشاوير هاي بتنحط على بطاقات وتنحط في مغلف وتنعط هدية للأطفال مثلا الزيارة لحديقة الحيوان الزيارة لحديقة النباتات مثلا عمشتل ويزرعوا هناك شتلة ويشتروها هاي شتلة مثلا إنه كتير حلو بيكون أو حتى بدنا بتاخذ الفصولية تزرعيها بالبيت إذا ما عندك مثلا إمكانية إنك تطلع بتزرع الفول بتطلع كيف الفولة بتطلع بتعلم الطفل الصبر لأنه ليش الفولة ما طلعت ما بدها تشرش لتحت وبتفرجيهم صور مثلا من الإنترنت إنه كيف بتشرش لتحت وبعدين وبعدين بس تكبر يمكن تاكلوا هالفصول يبث كيف الأولاد عهي يعني هاتي أفكار ممكن دكتورة بدار الشوكالاتة تتاخذ كهدايا و يعني أسلوب جديد وما بيكلف كتير يعني ببلاش إلا البنزين تبعى السيارة يعني إنه احتمال أهالي كتير بيقولك طب إيش نجيب لهم إيش نعطيهم أحسن من الشاشات وعن نحكي بدنا نقيمهم عن الشاشات وبنان نقيمهم من السكر طب شو بدنا نعمل الحركة لما الطفل يتحرك بيزيد عنده السيروتونين والدوبامين نعم بيحفز التعليم ممكن كمان ممكن روحوا يحضروا سينما فيلم مثلا عن الأطفال عن كريسماس مثلا بس لا يطلعوا بره يجيبوا معهم بشار و يأكلوا خلال حضورهم الفيلم هذول الممكن أكبر عمر لأنه حكت ست أنجل باعرفش إيش بدأ أجيب لهم للكبار وممكن تاخدهم على السينما يحضروا فيلم أو تروح هي تعمل شابينج معهم يعني بنتي أكثر شي بتتذكروا لما كانت هي وأمي يطلعوا يعني أخذت أمي إحنا مباركين الحمد لله عائلتنا مباركة يعني أمي كانت تاخد نور رحلات معها والسفرات يعني لسه العلاقة بيناتهم ما كانت تعطيها كاندي أمي دائما خايفة من المصاحة فهي الشغلة ما كانت موجودة عنا بس تقول لي شو بدي أعمل بقولها روحي معها اعملوا شابينج عرفت روحوا تطلعوا على كذا روحوا على حديث الحيوانات مع بعض هاي الشغلات بتذكرها نور نورها لعمره 27 عمرها ما قالت لي تتذكري الشوكولاتة اللي أعطتني إياها التيتا تتذكر لما كانت إراء لها أصص لما كانوا يرسموا مع بعض لما كانوا يطلعوا يركبوا بسيكليتات عرفت كيف فأنجيل طلعت بأفكار حلوة وبدي أشجع الأمهات والأباء لأنه هم كمان لما يطلعوا بالطبيعة رح يقل الألق والخوف عندهم لأنه بتطلع على يعني الله موجود عنا بالطبيعة يعني لما تطلع على الشمس تشكري الله الامتنان نوع من العلاج الألق أنت لما تتشكري بتربي أولاد بتشكروا بصيروا يطلعوا على الإيجابي بدل ما يطلع على السلبي بحركوا أجسامهم بتصير صحتهم أحسن مش بس البدنية بتصير صحتهم الذهنية والعاطفية أحسن فحطيها يعني أنا حكيت الجم لأنه مثلا خمسين دينار هاي بتكفي مثلا شهر أو يعملوا تايكواندو ولا ياخدوا رأس عربي رأس العربي كتير مفير وبيخلي الواحد يارى أنا أخذ حسه وأنا بعمل رياضة كل يوم عرقت منيح نعم فيعني هاي الشرقين أنه يفكر الناس جيبوا لهم علبة بس جوا العلبة حطوا لهم شغلات مش متوقعة أنا بدي أقضي مثلا الأب دايما الأوقت اللي بيأقضيه مع الطفل أقل من اللي بتقضي لهم لأنه بالشغل فممكن أنه الأب بيحط كرت أنه أنا يوم بدي أقضي معك ساعتين بنلعب باسكتبول أو بنلعب فوتبول وإن هاي الشغلة هاي جدا غالية بالنسبة للطفل عرفتي كيف لأنه هاي بتقول أنه أبوي بيعرف أنه هو مهم بالنسبة إلي وعم بيحاول يوفر إلي الفرص لأنه أهمية الأب دايما دايما تنتفع هذين فيه كمان دكتورة يعني أفكار كتيرة كهدايا يعني ممكن كمان عم نحطها لو نحكيها إحنا في عنا بالأردن أماكن جدا رائعة سياحية الطبيعة أو بالصحراء أو بالبحر دبين وادرام ممكن يعني إذا بعض العائلات أو الأبهات والأمة هادهم يهدوا ولا دمشي مثلا الأب يقول لابنه أنا بدي أهديك رحلة لوادرام بس يكون التقص حيلي معي مش أنت وإصحابات لأنه المراهقين بالذات أنا وإياك مع بعض رحلة لوادرام مثلا أو رحلة لجبال عجلون في مخيمات هناك كمان بيعيشوا في الطبيعة وبعملوا هايكين كمان وفي بالصلط كمان إذا ما بدهم يروحوا على عجلون نعم فيما أماكن كثير أو مثلا رحلة بحرية على العائبة ينزلوا مثلا يومين على العائبة هو ويا أو الأم مع بنتها مثلا ننزل عدد نعمل السبا ونعمل إلى آخر هاي هذي عمر أكبر هذي هدية وليه محوم مصاري بس اللي لا يروحوا شطحة على دبين فعلا ويفو هالنار يعني هاي شغلة أنا بتذكر أنا من ذكرياتي وإحنا صغر كنا ننوح شطحة كل يوم جمعة على دبين وانا كانت شغلتي أهف بهالنار واتشكور بس هاي من الهلة بتذكر من ذكرياتي الحلوة موادي يا دكتورة الأعياد هي مناسبة لإنك تبني ذكريات حلوة مع أفراد العائلة يعني خاصة مع الجدات ومع بدال بطوش على ما تعملي ما تعملي خلينا نستو مع بعض يعني بطعميهم حبتها الشوكولات وبنبستو عليها بس هذا الفرح أو الانبساط من لحظي وقتي لكن انتي بدك تحطي مع ذكريات عند أولادك وأحفادك يتذكروها للمستقبل يقول كنا هيك نعمل كانت التاتي عشان هم بعملوها مع أولادهم يعني عم النمي بقدوتنا من نمي جين رح يعرف كيف يتواصل مع أولاده بدل ما يعملهم تاكستو هم بالبيت فالمرأة الحكيمة والتاتي الحكيمة وكلنا الجدات الحكيمات والأباء والجدود طبعا بناش نغيبهم خاصة الجدود هلا بيكون عندهم وقت فاضي مش فاضي يعني بس عندهم وقت الزيادة أو الكافي أكتر من الأهل الأب والأم إنهم يقضوا مع أولادهم يقدروا يقضوا بشكل نحن دايما منقول quality time اللي هي نوعية الوقت مش كمية الوقت اللي بتكون على الفاضي نوعية الوقت اللي بقضيه مع ابني يكون في الاستفادة ويبني ذكرى حلوة بالمستقبل ظلوا متذكرها من تايته والجده ومن بابا وماما كنا وإحنا صغار هيك نعمل فكتير بنائم وبيزيد العلاقة وبزيد العلاقة والعلاقة الحميمية الحميمة مش الحميمية ساري علاقة الحميمة مع أفراد العائلة مش بس الأم والأب بس مهمة مع الأم والأب مع الجد والجدة بتزيد من ثقة الطفل بتزيد من مقدرته على اتخاذ المخاطر يعني اللي إنه أجرب إشي جديد إنه بتزيد قدرته على الإبداع هاي كلها من الشغلات يعني الناس بيفكروا إنه أنا لما ألعب مع طفلي ولا أعطي كنادر مئة دولار أحسنك تلعب مع طفلك لأنه هاي بتبني علاقة علاقة بتضلها للأبد الكندرة هاي بلبسها مرتين ثلاثة وبعدين وأصلا حينسى مين أعطاياها نعم صعب فعلا بعض الهدايا السئلة أوقات عم تنتسى إنه نعطت لكن الزكرة أو الشغل كانت حماتي تقعد بنتي جنبها وتعمل كروشيل والصنارة تعمل إشياء زينة للشجرة من أحمر وأخضر فكتير كانت تحب بنتي وتعلمها الصوف تعمل اللفحات أو تعمل لها إشياء فدايما هاي الزكريات موجودة في ذكريات بخيال بنتي عن ستها الله يرحمها ويمكن تعمل الله يرحمها ويمكن هي تصير تعمل مع بلاتها يعني هاي الزكريات اللي يعني إحنا حبينا بهاي الحلقة نحكي على العلاقة خاصة في فترة الأعياد وكل الأعياد والمناسبات الحلوة إنه كيف نقدر نبني ذكريات حلوة مع أولادنا أو مع أحفادنا من خلال هاي الأشياء البسيطة طبعا إحنا ذكرنا إشياء مكلفة لبعض العائلات لكن في كمان ذكرنا إشياء غير مكلفة العجينة والصوف النتينج أو نعمل زينة بسيطة من الكرتون والوراء نعلقهم على شجرة الميلاد برضو كمان تاخذ البشار وتعالقي على حبل فممكن هادية وبتعرفي بدي أحكي شغلة تانية قبل ما ننهي لأنه شكلي بدي كنهي أنا بدي أعطي هدية لجدتي بدل ما أخذ أمي على الدكان ليش ما أفكر أعملها إشي بإيدي نعم ملتينة نعم ورسمة رسمة كارد خلو كلمات خلوة شعر عليك لتر إشي بي شعر يعني حسب عمر الطفل بس هاي أنا بالنسبة إلي لو ناس أعطاني شغلة شغل عليها نعم يعني أثمن بالنسبة يعني في عندي شغلات نور أعطتنيها وكامل أعطونيها نعم يعني مش هال مش هال شغلة هاي بس بس أطل عليهم بؤلدش كانوا يحبوني إنه اشتغلوا كل هالوقت علشان يعملوا لي هاي الشغلة اللي مش مكلفة يعني جبنا ملتينة وعملوها ودهنوا لي إياها نعم حيلو وفي عندي شعر كتب كتبتها بنتي والمكاتيب اللي كانت بين الأم والأولاد آآ لأنه هاي الشغلات وزي ما حكيت الحركة نلعب باسكتبول بالبيت حتى الطابة مش ضروري تكون الباسكت إذا تقيلة الباسكت هاي الطابة تبعت اللي بلعبوا فيها على الشط أو الاللي بنفخوا فيها بالهوا عشان نركض ونلعب معا بعد يعني هاي كلها مش مكلفة ومهمة مهمة على للصحة الجسدية والعاطفية والذهنية وبتبحث الصحة الروحية أكيد نحن دكتورة شكرين لإليك هالوقت الحلو اللي قضيناه مع بعض والمستمعين والمتابعين كمان شكرين لإليك الوقت اللي عطيتهم إياه والمعلومات اللي عطيتهم إياه وإحنا منتمنى يا ربي موسم مبارك اللي عم منحضر فيه لمجيء سيدنا يسوع المسيح فهذا الموسم نستغله روحيا وعائليا ونفسيا وطقفيا بكل معاني فمنشكرك دكتورة وإن شاء الله عنا لقاءات أخرى أنا نبسطت كتير ببرامج تانية ونحن كمان هلا نشكر كل الأشخاص اللي كانوا متابعين على المباشر وإيضا اللي علقوا وكانوا معنا خلال برنامج وأنجيل بالذات بدي أشكرها لأنه دايما كانت تعطينا أفكار جدا حلوة نعم إن شاء الله وبيضلوا كمان المستمعين اللي والمتابعين بيعطونا كمان تعليقاتهم وأسئلتهم كمان نشكرهم اللي أخذوا أخذنا من وقتهم كمان إنهم يكتبونا ويظهروا لنا محبتهم نحن منتمنى للجميع عيد مبارك وإن شاء الله منضلنا معاكم من خلال نورسات مكتب الأردن وشاشة فضائية نورسات الأم نتمنى لكم عياد مباركة خالية من الهم خالية من الأخبار السيئة تكونوا بصحتكم مليئة بالسعادة والصحة نعم ومليئة بالسعادة والصحة إن شاء الله للجميع واتضلكم بخير وكل عام وانتوا بخير وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى